السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم جميعا في هذا الفيديو سوف ننجز تصحيح لتبريف دلة لغريتم نبري نعتبر الدلة F بحيث F X X X X X سؤال الأول حدد مجموعة تأريف الدلة إذا بسبب المجموعة التأريف نعتبر الدلة F هي مجموعة تأريف لأنك تساوي لنا مجموعة الأعداد الحقيقية بحيث هنا نقوم بحيث عندي X في المقام إذا X تخالف الصفر ولدينا ألان ألان ما بداخل الألان سيكون موجب قطعا يعني X أكبر قطعا من السفر إذا X تخالف الصفر و X أكبر قطعا من السفر أي أن X أكبر قطعا من السفر إذا X أكبر قطعا من السفر سيكون موجب قطعا من السفر إذا المجال هو سفر زائد لنهاية سؤال الثاني أحسب المتجزة إذا سوف نحصل على النهاية على اليمين السفر في النهايات الألان سنكون ضابط النهاية المرجعية إذا النهاية المرجعية التي ستحتاج في هذه سنكون ضابطها جيدة لأنه كل شيء يتفل على هات النهايات الثاني. اذا. المت ديال جوج ايكس ناقص واحد على ايكس ناقص واحد ناقص العلين ديال ايكس. ايكس يقول الى السفر بلوز. دائما ندير التعويض المباشر. اذا اللي درنا التعويض المباشر فغير عجليني. العودة غيريني السفر. جوج السفر هي السفر. ناقص واحدة اي واحدة اسفر بلوز هي بلوز لنفيني مع الناقص هي موه لينفيني. ناقص واحد. الناقص والعودة الآل يرجع الآلان ديال بلوز هي موه لنفيني مع الناقص بلوز لنفيني شكل غير محدد. اذن. نحني نحييط الشكل غير محدد. دائما. نحن نشوف فين عندي المشكل. انت جمع المشكل في نقص واحدة لإكس وفي ناقص الآلن ديال إكس. إذن تمغس يكون التغيير يعني تمغس يكون التعميل أو توحيد لمقامات باش نحييت الشكل غير محند. إذن ممكن ندير جوج إكس ناقص واحد يعني نغير كتابة التعبير ناقص واحدة لإكس ناقص إلن إكس نعمله بالناقص واحد غيشي واحدة لإكس زائد لإلن ديال إكس ناقص واحد إذا إكس ناقص واحد إذن إكس ناقص واحد هو إكس إذن إكس وفوق إكس إلن ديال إكس إذن ليمت ديال جوج إكس ناقص واحد ناقص إكس واحد زائد إكس إلن ديال إكس ده بغد نعود إذن إكس إلن إكس زرو بلوس إذن إدرا نهاية مرجعية يعني ستسأول إلى السفر إكس في المقام ستسأول إلى السفر إذن سفر بلوس إذن إدرا جوجنا واحدة لسفر بلوس هي بلوس يعني مع الناقص هي ناقص لا نهاية إذن يجينا هذا الشيء هذا لأن هذه هي بجيزة السفر إذا يجينا سفر ناقص واحد ناقص لا نهاية إذن هي ناقص لا نهاية إذن لأن تقوم بعد نهاية للمت ديال إفل إيكس دائما هالشي نكتره لأنه سنحتاجوه من بعد تساوي ناقص لا نهاية إذن كذا يطلب مى التقويل الهندسي في السؤال هذا فمشثراً له الطام Cruz إذا النهاية في عدد الخنها لانفيني إذا سوف يقبل مقارب معدلته اكس تساوي سفر الآن حساب النهاية بلوس لانفيني يعني نفس المنهجية فقد ندره التعويض المباشر إذا لميت ديال جوجي اكس ناقص واحد على اكس ناقص واحد ناقص الالين ديال اكس التعويض المباشر إذا في جوجي اكس ناقص واحد على بلوس لانفيني هي سفر إذا ناقص سفر وناقص واحد والالين ديال بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني إذا ناقص زايد لانهاية إذا زايد لانهاية ناقص لانهاية في شكل غير محدد إذن المشكلة عندي في جوج اكس وعندي في ناقص الان اكس إذن التعميل غيكون إذن جوج اكس غير بدل دائما محققين بدلت تعبيرك إذن كنت بدلت ترصيب الحدود فالجوع ما كيتغيره إذن غدي نعمل في هات التعبير هذا إذن دائما خصني نذكر النهاية لما رجعيه كنت أولا الأفاق تساوي نعمل بإكس نقص الان اكس وعن ذكر بإضافة لنقص الان اكس نقص الان اكس نقص الان اكس مشكلة تبعها كم هي يجب ان تدخله إذن نستطيع تعويض X ستبشي لـ plus infinity LX على X ستبشي لـ zero إذا رجلنا plus infinity عامل جوج ناقص zero وعادة plus infinity zero ناقص واحد يعني رجلنا plus infinity مضربة في الجوج هي plus infinity إذن هالشياء كامل غير ساوي plus infinity لأن limit LX على X plus infinity هو سفر إذن ماذا وجدنا وجدنا أن limit LX plus infinity plus infinity السؤال المهل هو حساب المشتقة إذن كنعرفوا بأن المشتقة المشتقة واحدة إلى X هي ناقص واحدة إلى X كاري والمشتقة لـ LNX هي واحد على X إذن F' تساوي ماذا؟ إذن المشتقة للتعبير كامل المشتقة للتعبير كامل المشتقة للتعبير كامل المشتقة للتعبير كامل إذن جوج ناقص ناقص أجولي زائد واحدة لإكس كاري ناقص واحدة لإكس إذن توحيد على مقامات إذن المقام الموحد هو إكس كاري إذن لدينا جوج على واحد إذا نضربنا في إكس كاري غير جوج إكس كاري على إكس كاري زائد واحدة لإكس كاري ناقص إكس على إكس كاري إذن إكس كاري إجنا جوج إكس كاري دائما راتب إذن ممكن ندير ناقص إكس يعني نكسب على شكل حدودية زائد واحد إذن إشارة إكس كاري ناقص إكس زائد واحدة لإكس كاري هنا يجبنا نحدد جدول يعني في سؤال الثاني طلبوا مني نحدد جدول التغيير إذن لنضرس إشارة المشقة إذن المقام تيبلي إكس كاري يعني موجب إذن كيبقى المشكل عندي في المصد إذن إشارة إذن إشارة إكس كاري ناقص إكس زائد واحد إذن ندرس الإشارة ديال هاد الحدودية طبعا تحال غدي ندير دلتا يعني مميز الحدودية إذن دلتا كيساوي مانا هنا لدينا ناقص واحد إكس إذن هي بي كاري ناقص أربعة أو سي بي كاري هو المعامل ديال إكس إذن هو ناقص واحد أو سي اثنان ناقص أربعة إذن ناقص واحد ناقص واحد أو لا هي واحد ناقص أربعة إذن ناقص سبعة يعني المميز سالب شنو كيعني المميز سالب بالنسبة للإشارة إذن إشارة واحد الحدودية من درجة ثانية لمعامل ديالها أو المميز ديالها سالب هو إشارة A يعني إشارة هاد جوج هاد إذن إذن مهما يكون X كتنتمي للدات F فهد جوج X كاري ناخص X زائد واحد راه أكبر قطعا من الصفر وبالتالي فهد بريم أكبر قطعا من الصيف هنا أن الدلة تزايدية على المجال إذن إذن مهما يكون X كتنتمي للصفر بيشان فيني بقينا بأن F بريم ديال X أكبر قطعا من الصفر وبالتالي جدول التغييرات F إذن جدول التغييرات نديره على مجموعة التعريف 0 بلوس قناة مولنفيني و بلوس لنفيني قناة بلوس لنفيني أحيانا إذا أخطأتوا في النهاية راه في الجدول تيبقى لكم المشكلة بحظة إلى القناة بلوس لنفيني هنا يكون غير ممكن ممكنش من بلوس لنفيني تسمط على الفوق كذلك القناة مولنفيني هنا ممكنش نطلع للمولنفيني لأن مولنفيني هي قيمة الدنيا تصغير القناة إذن مولنفيني بلوس لنفيني لأنه بدأ لأساس الفرع اللانهائي الفرع اللانهائي في طبيعة الحال عندي بلوس لنفيني لأننا نحسبنا النهاية الخطوة الثانية اللي سنطلع للمولنفيني على إذن هي الليمت نكتب تتعبير فلإكس جوج إكس ناقص واحد على إكس ناقص واحد ناقص الآلن ديال إكس على إكس إذن نبسط الكتابة إذن كان قسمه على إكس يعني إذن سنطلع تفكيك إذن هي جوج إكس على إكس إذن تفكيك ناقص إذن ناقص ب على إكس إذن جوج إكس على إكس ناقص واحد على إكس إذن ناقص واحد على إكس مضروبة في المقلوب المقام هو واحد على إكس أي ناقص واحد إذن إذن ناقص واحد على إكس على إكس إذن نبسط سنجل بإكس التعبير الأول ناقص واحد على إكس كاري ناقص واحد على إكس ناقص على إكس إذن إذن سنجل التعويض المباشر ناقص واحد على إكس واحد على إكس ناقص واحد على إكس على إكس هي سفر إذن ناقص ناقص إذن العدد إثنان لماذا استخدام دائما استخدام لانا الميت ديال واحدة لا اكس كاري كتصونا الميت ديال واحدة لا اكس كتصونا الميت ديال الان اكس على اكس الشكله بتوسم فيني الشكل كامل كي سوي سفر لان دا بالقينا الجوج اذا دا بغد ان ديال الخطوة التانية اللي هي الليمت ديال افل اكس ناقص ا اكس اي ناقص جوج اكس اذا لمت ديال جوج اكس ناقص واحدة لا اكس ناقص واحد ناقص اي ناقص جوج اكس اذا كتب لنا واحد جوج اكس وهنا ناقص جوج اكس اذا المجموعة تتعلم الصفر اذا تبقى لنا مجموعة الامقل? المجموعة Watts اللى كلا ورصة ضيبة عند ناقص جوج اكس ضيبة تتعود واحد الامقل ديال سبجين الشكل لا الان غير للان لان مع هنا monitored ناقص التبا Milli لنهاية إذن شنرقينا؟ رقينا بأنه ديال فلي ايكس ناقص ايكس كي ساوي ناقص لنهاية إذن شنو التساوي الهندسي ولا شنو الفرع اللانهائي إذن فتح لك نقول بأن السئف يقبل فرعا شل جميع في اتجاه في اتجاه ماذا؟ في اتجاه المستقيم للمعادلة يجريك تساوينا اي جوج اكس بجوار نحن نحسب النهاية بجوار بجوار لانفين هذا هو التأويل الهندسي هذا هو الفرع اللانهائي إذن سنذهب إلى المرحلة الأخيرة والتي هي رسم المنحانة إذن أول خطوة هي واحد معلم متعامد ممنظم الخطوة الثانية هي كنشوف الفروع اللانهائية القناة بأنه سيقبل فرعا لا نهائيا في اتجاه المستقيم الذي مؤادلته أو يقبل فرعا شل جميعا في اتجاه المستقيم الذي مؤادلته يجريك تساوي جوج اكس إذن هذا هو المستقيم للمؤادلة دياله يجريك تساوي جوج اكس طبيعي التحال لإنشاء المستقيم مرة المسألة سهلة يكفي أنك تاخد جوج شخص ديال النقط إذن عدنا إكس وعنده إجريك إذن قد تعطي الإكس قيمة وقد لقاء إجريك بحسبة هنا نعطيه الإكس مثلا السفر إذا عودت في المؤادلة إذن إجريك صفر ونعطي الإكس كذلك قيمة أخرى واحد مثلا إذا إجريك في واحد إذا جوج في واحد جوج يعني إجريك تساوي لنا إجريك إذا لقينا جوج ديال النقط 0 0 1 جوج نمتلهم في المنحنة او في الشكل اليالي ورسم المستقيم اذا ده بغد نشقه بالنسبة كذلك الفرع الثاني او للمقارب الثاني اللي هو خمجة السؤال قصني انشار له لانه غد يساعدني في الانشاء الهندسي اذا نلقينا بان الليمت دير اف زيرو بلوس هي بوس افين يعني السؤال في قبل مقارب الشيء نديرو ايه في الواسق طبية الحال ماشي في ورقة التحديد اذا السؤال في قبل مقارب معادلته اكس كتساوي السفر اذا اكس كتساوي السفر هو محور الاراتيب ماشي الافاصل محور الاراتيب اكس كتساوي السفر كذلك من نتاج بانه اللي انشاء الهندسي يعني المنحنة ديالي غي يكون في مجموعة التعريف يعني في زيرو بلوس افيني في هاد المجال هام اذا في هاد الحييس اذا شنلقينا بنسبة لمنحنة التغيرات او جدول التغيرات لقنا بان الدالة الزايدية من مولن فيني حتى ال بلوس افيني اذا دالة المنحنة المنحنة ديالنا يقبل في الزيرو مقارب يعني عندما تقول اكس الى السفر وما تقرب اكس الى السفر فالصائف كيقرب المستقيم للمعادلة دياله اكس كتساوي زيرو اللي هو هذا اذا فالمنحنة تطلع قريب من هذا استيقضار قريب من التغيرات وهه قطع المعادلة ديالة أفاصيل كم ان تم اقترب مستقيم لاشطق في قد ت Standing